بدأنا طبعا في الدخول في الجد زي ما بيقولوا تفاصيل مواجهة كان فيه مواجهة انتخابية الأولى كانت بين الاشتراكيين والخضر كان عندنا برضو حزب النيوز أنا بسميها مغزلة لحزب الحرية وهناك اتفاق واختلافات في بعض الحاجات في عندنا حزب الشعب بيقدم خطة لعلاج عجز الموازنة برضو قبل الانتخابات بما يصب في موضوع الانتخابات وكمان عندنا المستشار النمساوي بصورة كبيرة جدا بيحذر من المخاوف اللي بيتصدرها حزب أو بيصدرها حزب الحرية للناخبين كل الحاجات دي رأتك الانتخابية من خلال كل الأحداث اللي طلع دي عايز في تدرج وإحنا هننتقل بين الأخبار وبعدها مع بعضينا ونبدأ بالمواجهات وقرأتك لها مواجهات حزب الاشتراكي أنا شاف فيه تناغم بين حزب الخضر وحزب الاشتراكي وفيه تناغم بين نيوز وبين حزب الحرية وحزب الشعب بيغرد وحيدة مرة أخرى أستاذ مضوحياني بصراحة الحملة الانتخابية خلينا نقول أو بدأت يعني فعلا في أوجه الأمور عما تاخد المنحة الحقيقي بالانتخابات النمساوية أو اللي عائدناه ولكن طبعا صراحة لو بدنا نقارن بالفترة 2017 فترة سيباستان كورس واشتراكي وكريستان كيرن صراحة كانت فترة حافلة بالأحداث كان فيها كتير تطورات كان فيها كتير أكشن كما يقال يعني صراحة الآن فينا نقول النمسا تشهد حملة انتخابية إلى حد ما متوازنة فيها نوع من التوازن يعني طبعا عم حاول أنا هيك نستعرض يعني يعني الأخبار بشكل سريع طبعا حاليا يعني فينا نقول ما زال الـ FBO هو بيسيطر على بالصدارة تقريبا يعني آخر الاستطلاعات بتقول تقريبا لـ 28 لا لا لـ 28 بصراحة الحزب الشعب تقريبا 23 زائد ناقص نصف درجة وحزب الـ FBO الاشتراكي ما زاله ضمن الـ 21 أيضا زائد ناقص يعني فيه تنافس كبير على المركز الثاني على المركز الثاني بين حزب الشعب وحزب الاشتراكي مع الأسف الشديد اليمين متصدر وخاطع يعني مراحل لا تقل عن خمس درجات لا تقل عن خمس درجات بينه وبين الثاني يعني فالأول فينا نقول تقريبا مع الأسف الشديد على ما يبدو ضمن الاستطلاعات أنه حسن بالتعالي أما الثاني والثالث ما دام يعني يتراوحوا مع بعضهم البعض قراءتك للمناظرات دي اللي حصلت والتقارب بين حزب الاشتراكي والحزب الخط والنيوز والحرية ولسه برضو زي ما بنقول حزب الشعب لوحده هل تتوقع أنه ممكن يكون هناك تقارب في تكوين الائتلاف بين حزبين من الحزبين دول ودوروا على ثالث يكون بالنسبة لهم تقصد الحرية والنيوز والحرية والنيوز وعايزين حزب الثالث صعب صعب من الصعب جدا يعني بدك حزبين قويين بين فرزتين يعني يحصلوا على نتائج عالية اضافة لنيوز أو أخضر يعني هاي هي تشكيلة الحكومة هاي تشكيلة المتوقعة صراحة يعني بالنسبة لسؤالك يعني خلينا نبدأ مع أول اللقاءات اللي كانت في الأمس اللي بدأت اللقاءات الصنائية واللي بتديرها قناة الورف في التلفزيو والراديو النمساوي يعني على ما يبدو فعلا يوجد إلى حد ما تقارب ما بين حزب الاشتراكي حزب الخضر من ناحية المناخ يعني إلى حد ما من ناحية الانتقاد يعني التضخم والحالة الاقتصادية اللي صارت بالنمسا ضمن الخمس سنوات الأخيرة صار في توافق بينهم يعني إلى حد لا بأس به باعتبار يعني الأخضر والاشتراكي يعني هم محسوبين على اليسار ما بين اليسار أقصى اليسار إلى يسار الوسط يعني اليوم حتى الخضر ليس يسار وسط يعني عفوا هو ليس يسار ويسار الوسط إضافة للحزب الاشتراكي هو يسار الوسط ليس أقصى اليسار مثل الكي بي او أو الحزب الشيوعي أما الخير يعني صار في عندهم اتفاق كتير كبير على موضوع الخروج من الغاز الروسي ولكن صار في عندهم اختلاف على موضوع مناقشة وضع الإسلام السياسي مثل ما قال بابلر أنه دعا لزيادة الأمن والحماية ومشير لضرورة التحقيق في أماكن تطرف الأفراد وضرورة تدخل أكبر في الانترنت وإن شاء مراكز مكافحة التطرف وبيطالب بالمراقبة على الهواتف طبعا بالضبط طالب ولكن كوجلر الخضورة عارض أنه يكون في مراقبة على الهواتف فبالتالي يعني في عندهم تفاوت بالآراء نيجي على حزب الحرية واليوز كما تفضلت كان في عندهم توافق إلى حد ما يعني على موضوع مسألة الهجرة إلى حد ما طبعا الاس بي او اليوم رايح لأقصى العنصرية بقراره إيقاف الهجرة واللجوء بشكل كامل هذا اللي دعا له الحرية لكن هرباكيكل دعا له باللقاء المميز واللي فعليا كان على الـ ORF نعم واللي كانت بياتا مانيل رايزينجر هي يعني عن حزب النيوز فبالتالي طالبوا هن بإصلاح هيكل كبير للحكومة باعتبار هن اتنين في المعارضة فانتقدوا الحكومة بشكل كتير كبير طبعا موضوع ضرائب السروة موضوع يعني فرض ضرائب على المراض نعم كيكل انتقد رايزينجر وقال انه هنتوا عما تحاولوا يعني اتغيروا هوية النمسا اتغيروا هوية النمسا فبالمقابل دعا الى اغلاق الهجرة بشكل كامل ولكن رايزينجر قالت انه لازم الموضوع الهجرة يعني يضل ضمن من التعليم والعمل المفروض يكون فيه اندماج والعمل بالضبط تعلم اللغة الالمانية والالتزام بقيم الديمقراطية الليبرالية ضل عندنا حزب الاشتراكي عفوا حزب الشعب عما يضلوا يدعوا لموضوع يعني احنا هيك اذا اخذنا بقول انه هو بيمثل الاستقرار الوسطية السياسية يعني هو قال قال كارل نيهامر قال انا انا لست يمين متشدد ولا يسار متشدد انا ما بين الحال الوسطية التي يعني تمثل الشعب يعني كما يقال وكما يقول عن نفسه فعليا الى حد ما هو حقيقة كذلك ولكن الى اي حد هو قادر على ان يوازن ما بين يعني الاخزاب الباقي الخطاب الخطاب السياسي يا سيد الكريم اكيد هو لا واستقلاب برضو اتلاف لديه مشتركات لوحده مش يقدر يحكم نعم لديه مشتركات يعني كتير كبيرة بهذا بهذا الشأن يعني حزب الشعب الرجل يتخاباته السياسية بالاستقرار الوسطي والقوي يعني بقول لك انا الحزب القوي الذي استطعت ان اكون يعني امارس الوسطية السياسية واللي يعني فينا نقول الى حد ما نجح فيها تفقد اختلفنا مع كارني هامر ان الحكومة النمساوية استمرت حتى اليوم الاخير من ولايتها هذا الاستقرار لازم يحسب لي هذا واقع بالضبط هذا استقرار يحسب لي ولكن مع الاسف هو فقط 10% على الاقل من من الناخبين وسط كل ده دعم ارتفاع اه نسبة في حزب الحرية النسبة وصل ل28 زي ما قلت وتدرك بين الصراع بين المركز الثاني رأيك في المنظمات غير الحكومية اللي بتدعو نعم الأحزاب النمساوية بالابتعاد عن الاقتلاف مع الـ مدى تحقيق ذلك على الرغم من ان الـ هكون الحزب الاول ده شيئنا ام ابل يعني هذا هذا واقع على حد ما حتى يعني حتى الساعة السادسة من يوم 29 وقتها سنقول هو اصبح واقع ام لا قبل ذلك ما بنقدر نقول لو منذكر استاذ ممدوح نحن بالـ 2019 من اسقط الحكومة بشكل الحقيقي هي منظمات المجتمع المدني التي وضبط على مظاهرات غير منقطعة كل يوم خميس في وسط فيينة للمطالبة لا يمين لا لوجود اليمين يسقط كورس في هذا الوقت يعني بصراحة صحيح ان في النهاية الفضيحة فضيحة ابيزة التي قضت على هذه الحكومة ولكن بالواقع كان المنظمات المجتمع المدني الوزن الاكبر بصراحة بتأجيج الشارع ضد ضد الاف بيو فبالتالي هذه المنظمات دعت ان لا يكون هناك اي ائتلاف مع هذا الحزب المريض والذي يروج للكراهية والذي يقسم المجتمع يعني فبالتالي فبالتالي بصراحة اكيد عملت موقف وعملت نوع من وثيقة او وعد وعد للجمهورية يقودها الغالب من الشخصيات في مجال الفن والثقافة وقامت رئيسة الكتلة البرلمانية سيكرد ماور والامينة العامة اولغا بالتوقيع على البيان المرسل لجميع المرشحين مرشحة بالغددهم الف وقبس بيت مرشح للبرلمان طبعا هاي بوثيقة انه وعد للجمهورية ان لا يتحالف احد مع حزب الاف بي او بصراحة هذا تحدي كتير كبير يا ترى الاف بي او يعني يا فرحته انه هو حصل على الاول بالانتخابات النمساوية ولكن على ما يبدو كل المعشرات صراحة تشير انه لن يقتلف احد مع هربت كيكل طبعا الايام المقبلة حبلة بالمفاجآت قولا واحدا فبالتالي ما تنسيش برضو في دستور نعم في عرف اعتقد ان ده اللي هي لعبة الدور الاول لان برضو يمكن الاف بي ان طبعا يؤجج الشارع برضو بناخبيه اذا لم يتم واذا حصل على المركز الاول تكليفه بتشكيل الحكومة النقطة يعني خبر اخر اتمنى نعرج عليه اقل بعشرين الف عن 2016 حوالي واحد مليون ضبط شخص يحق له الانتخاذ في فيينا يعني بصراحة رقم مرعب يعني يفترض الارقام تزيد حاصلين على الجنسية يعني برضو مش لا لا رقم بالنسبة يعني بالنسبة لمليون فاصل يعني هذا يمثل تقريبا واحد بالمئة يعني تقريبا بصراحة عشرين الف يعني فبالتالي بالتالي صراحة هاي اشارة ومؤشر على انه الوضع في فيينا وموضوع صعوبة الحصول على الجنسية النمساوية عامل مشكلة كتير كبيرة بتراجع اعداد الحاصلين على الجنسية لو هنشوف طب النسبة من المؤهلين للانتخابات هنشوف كم واحد اللي يروح لازم يكون هناك تفعيل للحق الانتخابي هو ده اللي المفروض من الاخبار اللي حكينا فيها بس هذا كمان العشرين الف ليست فقط مشكلة الجنسية ايضا عندك مشكلة شو انه على ما يبدو يوجد هجرة عكسية يوجد هجرة عكسية من النمساويين من فيينا مقابل مقابل وجود او 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 هجوم هجوم من المهاجرين الى فيينا طبعا طبعا هذا ليس فقط اللاجئين يعني العديد من المهاجرين اللي هم فعليا جاءوا الى فيينا فعلى ما يبدو انه فعلا ديمغرائفية فيينا تتغير بشكل واضح لان اضف على ذلك سيد زمدوح عدد سكان فيينا في حالة ازدياد ولكن حاملية الجنسية في حالة نقصان فبالتالي بصراحة على ما يبدو انه فيينا تتجه فعليا الى مدينة الاجانب وستتجاوز اعتقد بمرحلة المراحل الخمسين بالمئة من الاجانب من اجمالي السكان الموجودين فيها ولا يحملون للجنسية النمساوية وليس لهم تمثيل سياسي تمثيل سياسي ليس لهم تمثيل سياسي قرار التمثيل السياسي ان لسه كنت اكلمك وده كالنقطة الاخيرة لنتكلم فيها عن الانتخابات التواجد العربي في الانتخابات وخاصة ان احنا عندنا خبر ان الشابة المصرية ايمان مقلة تخوض الانتخابات البرلمانية في النمسا بقائمة حزب الاسب ايه في الحي الاثناشر حي المادلينج نعم نعم شايف موضوع وجود حد عربي في انتخابات الحزب او على في قائمة الحزب الاشتراكي هل دي ممكن تزيد من فرص التواجد العربي في الانتخابات البرلمانية القادمة يعني بشرح استاذ ممضوح يعني مع الاسف الشديد المشهد العام يشير الى اضاف يعني اضاف كتير كبير بالحضور العربي داخل الحالة الانتخابية النمساوية يعني بصراحة يوجد نوع ما بتعرف شو نسمي هل نسمي احباط هل نسمي فشل هل نسمي العزال من العزال شكرا جزيلا لك يعني بصراحة في حالة في حالة بفييننا بالنمسا طبعا نعم نحكي نحن طبعا خصيصا في فييننا في حالة غير مفهومة من غياب العربي الغياب العربي ضمن الانتخابات النمساوية بصراحة فبالتالي فبالتالي هذا الشيء يعني ما فينا ما فينا نقدر نفهم شو هي الأسباب التي حالت انه لعدم وجود وجود عربي وجود يعني حتى صراحة وجود شرقي اذا بننسميه ان كان من مسيحية الشرق او من مسلمية الشرق صراحة فيه غياب كتير كبير طبعا هذا الموضوع اعتقد بصراحة بمرحلة متقدمة يمكن لازم نفرد له حلقة خاصة ضمن حديث النمسا نتعامل مع كل معطياته نفهم ليش هيك صار نفهم شو هي الأسباب التي حالت يعني فعليا لغياب لغياب العربي ضمن الحالة الانتخابية فبصراحة من الممكن يعني السيدة يعني ايمان مقلد طبعا زوجة عفوا آسف بنت ابنة الصديق عبد الباصد محمود مقلد وهن من رئيس النادي المصري السابق يعني بتمنى لها كل التوفيق يعني وهي من أي منطقة في مصر من مذكور من الصعيد من سهاج جهينا نعم فبالتالي فبالتالي نتمنى لهم كل التوفيق ولكن بصراحة يوجد عجز كبير بالحالة العربية في البرلمان أنه مقابل مقابل الأتراك الأتراك لهم لهم اليد الطولة في العديد من الأحزاب بما فيها حزب الحرية بما فيها حزب الحرية طيب في نقطة يعني نسيتها في وسط الكلام وخاصة بحزب النيوز رغم التقارب اللي موجود بينه وبين حزب الحرية في النقشة الأولى لكن عندنا حزب النيوز بيدعو لتقليص الهجرة وفرض قيود على إقامة طالبي اللجوء في فينا ويمكن الخبر ده تناولناه هذا الأسبوع يعني هو نعم يضل بنفس الكلام يعني كله داخل فواتيرة موضوع اللاجئين أعتقد أنه هو مادة أساسية مادة أساسية في الانتخابات السادة الكريم ما في مجال يعني هيو اليوم يعني فينا نقول في الخطاب الانتخابي الإجمالي 50% لموضوع اللاجئين والمهاجرين 50% طبعا بما فيها تقييد والوصول إلى النمسا موضوع المساعدات الاجتماعية موضوع الاندماج هذه تمثل 50% من أجندة أي حزب انتخابي ضمن هذه الفترة التي نحن فيها طيب هنشوف برضو وإحنا زي ما قلنا ودوال الانتخابات هيغض مننا شوط كبير نعم